اهلا وسهلا فيكم على جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام ببرنامج الحكب السياسي بالقسم التاني بيسترنا رحب بضيفاء المحامة والناشطة السياسي فراس ابي يونس اهلا وسهلا فيك يعني بداية استاذ فراس تقييمك للمسار السياسي بالملف الرئاسي هذا الملف يلي اليوم وقع البلد بهيك بضياع من خلاله اليوم مين بتحمل المسئولية فيه افريقا افراد نظام وضع اقليمي كيف نظرتك لليوم الوضع يلي نحن فيه بما يختص بالملف الرئاسي للحقيقة موضوع المسئوليات بهذا الملف ما فيه الواخد ياخده بشكل طبيعي من زاوية دستورية بمعنى انه الدستور من بعد ما شغلت سدة الرئاسي مفترض مجلس النواب بجلسات ودورات متتابعة يضلوا ملتاب لانتخاب رئي جمهورية هاي كبه دستور وبهالقصة واضح الموضوع حتى لو في تقويلات عليه واضح المعطل يعني ايه يعني اذا افترضنا يعني دولة الرئيس بره والفريق الممانع هو بيتحمل مسئولية بهذا الموضوع يمكن يكون فيه مسئولية بهذا المعنى لاحقه لكن دعونا نرى بالسياسة بمعنى انه اغلبية كتل معسكر المعارضة بلغت من هلأ انه المرشح المسمى من قبل فريق الممانعة اللي هو اسلامين فرنجيجي اذا صار فيه دعوة لجلسة على قاعدة تأمين 65 صوت نحن ما رح نعمل لي صار وبالتالي عطل الجلسة الموقف بهذا الموضوع موقف سياسي نابع من قراءة لوضع البلد ولا مفاعل ان يأتي شخص مثل اسلامين فرنجيجي نعمة يمثل الى سدة الرئيسة بظل الوضع القائم لذلك موضوع المسئوليات الحقيقة هون ما فيه الواحد يعزله عن المشهد العام بالبلد مشهد العام بالبلد هو مشهد غير طبيعي القول او اختزال مقاربة هذا الموضوع فقط على شو يقول الدستور وعلى واش بيت النواب لمعنى الدستوري الخصري انا برأيي ما بيجاوب بشكل كامل على الموضوع وبهذا المعنى رغم انه انا جاي من نسب سياسي معارض لبل من تجربة قوى التغيير ومحسوب بالسياسي عليا وانا منه بكل اناعه وفخر تعرف هيدا الاتجاه بالسياسي اليوم صار موجود مجلس النواب من خلال المشموعة من النواب الاصدقاء واحدة من ابرز توشهاته بالسياسي هو انه يحترم الدستور ويدعو الى قيم دورة الانون وبالتالي بهذا المعنى وطبعا في بعض رفاءاتنا من مجلس النواب اخذين هذا الموقف المبدئي في اثنين منهم معتصمين مجلس النواب على قاعدة هذا الواجه احترام الدستور والدعو هذا الواجه الاخرين عاملين مفاضلي للقراءة السياسية الوطنية حتى انا بقول لهذا الموضوع بمعنى انه لا وضع البلد هالقدي سيء ومسحوق بالكامل الاتيام بشخص مثل السمين الفرنجية مع ما يمثلوا بالسياسة بملكاته الشخصية بتجارب سابقة بنهج معين الى اخره سيوصل البلد الى الحضيد الكامل وبالتالي في مسئولية هون ما فوق دستورية وطنية مصرية حتى بانه يستعمل طالما الدستور ايضا ما بي غرم مع بعض ستير العالم بتجبر النائب ان يحضر الجلسة ولا به غرامة ولا اجراءات أحياناً يبطلونه أو يوقفونه نيابته لبعض الدول. ليس موجود لنا هذا الموضوع الدستور، وبالتالي يستعمل الحق بعدم تأميل النصاب بهذه الحالة لأن وابع البلد لا يحمل أن الواحد يحصر حاله بالواجب الدستوري لحتى يأتي رئيس جمهورية مثل إسلامان فرنجية ويستطيع إعادة تشكيل السلطة على هذا المنوال حكومي وتشكيل حكومي إلى آخره. وبالتالي كلنا سوا منعرف ماذا يعني بالسياسة هذا الموضوع؟ في رأس بيونس وين؟ مع أي طرح؟ أنا مع الطرح تعطيلة؟ بهذا المعنى نعم، بهذا المعنى نعم، الموضوع صعب الواحد يطلع يقول هيك يعني بدأك تقول براجماتي بمطلق المطلق؟ موضوع حتى ليس براجماتي الحقيقة، براجماتي يمكن أن يصبح أحد يتصرف راجماتي بأي ظرف عادم السياسي كل الشواهد قدام عينينا لحتى نطلع بقراءة للوضع خلاصة بأن البلد وضعه من أسوأ ما يكون ما في خيار إلا أنه يصير في إنتاج للسلطة سلطة مختلفة تعمل إصلاحات جزرية بالبلد وكل رجالاته اللي موجودين متوليين سلطة إدارة البلد يكونوا أولاً عكفاء، اتنين نظيفي الكاف، وثلاثة عندهم الشجاعة اللازمة لحتى يقدموا على القرارات ستكون صعبة جداً بالاقتصاد والمال والسياسة وغيره طيب ما في خيار آخر وإلا البلد رايح إلى مشهد مشهد الأسوأ اليوم ليش عم بتحط مشهدين متناقضين وعم تقول أنت مع هيدا المشهد ضد هيداك المشهد وعم تنسب فريق الممينة على المشهد البشع ليه؟ ليش اليوم ما في من يلي بالمعارضة اليوم كانوا بالمشهد البشع وتنصلوا بآخر تكة؟ لا ما في شك يعني اليوم يعني ليك شوف بالسياسة بده الواحد يعمل أولويات وتراتبيات شئنا ما قبينا على الأقل هذه قراءتنا قراءة كثر في حالة بالبلد عندها من القدرات ومن القوة وعندها من النهج ما يجعل بأنه ما بقى فيك أنت تتأمل أنه تنقل البلد لمحال تاني بدون مواجهة اسمح حزب الله بشكل أساسي موضوع حزب الله ودوره في لبنان وهو دور بشكل تراكمي كبر بالأول تعظم خارج الدولي وكان هو يتبجع أنه أنا حالة مقاومة أنا ما بتعطى لا دولي ولا حكم ولا كذا ومن ثم دخل إلى المؤسسات تباعا وأصبح ممسك بكل مفاصل الدولي والإدارات والقرارات فيها وصلنا الآن أمام واقع أصبح حزب الله مع كل هالمنظومة يعني جزء مننا خارج الدولي وعنده كل القدرات بأنه يعطل بكل الأسليب أي مصار سياسي ما بيلائم سياسيته وجزء الآخر موجود بالدولي قضاء قوى أمنية الإدارة العامة إلى آخره بشكل وكان عنده للفترة الأخيرة يلي على رصيدة موجود للحقيقة الأسباب الأساسية اللي دفعت إلى انهيار هذا البلد يعني كان عنده رأي جمهورية وكان عنده حكومة ما تركب إلا إذا على زوءه إذا توازونت فيها ما بتلاقي فقط بس كمين اجتمعوا كل الدول على محاربته على مقاطعة لبنان على تسجير كل المنافذ الاقتصادية عن لبنان على رأس الدول إلا حق تعمل قراءات ومصالحها وتشوف فيها الحقيقة إذا تستمر بيدعم وأي أشكال دعم وبأي أشكال لذلك خلينا نرجع لهذه النقطة مسألة التراطوبية بالمسؤوليات والأخطار شيء أساسي جداً ما فينا ننكر واقع أنه حزب الله اليوم وتمكن من البلد بشكل كامل لا مماص إلا أنه تعمل مواجهة ما عم نحكي بالدم وما عم نحكي ينزلوا الناس يحمنوا سلاح بالطرقات متل ما أحياناً هو ممكن يعمل لكن إنت بدك تستعمل كل الوسائل متاحة تعمل مواجهة سياسية على قاعدة مشروع سياسي إمقاذي هلأ، لذكرته أنت صحيح وهذا تحدي دعونا نعترف كل شيء ونكونوا واقعين لا نحكي كلام شعال وهذا تحدي انطرح أمام ما يسمى القوى التي نشأت عن الثورة بأن كيف التعاطي مع أحزاب سياسية عندها موقف معارض لحزب الله وشرس أحياناً بمعارضته وهي كانت بالفترات السابقة جزء من السلطة السياسية في لبنان بهذا الموضوع أيضاً يريد أن الواحد يكون عادل بعملية تحديد المسؤوليات بمعنى أنه هناك قوى سياسية ولكن في هذه الفترة كان هناك نشوة عند جامعة السورة مضبوط وبعد ذلك فكرة جامعة السورة هذه الحقيقة عندما تصرفها بالسياسي وبالفعل السياسي هذه مسألة أيضاً تفتح عليك مية تفتوح ومية قراءة بمعنى لا يوجد حزب اسمه السورة سورة كينية عن حارقة شعبية قاضبة انتفضت بوجه الحقيقة هذه السلطة مع كل الممارسات وتبعاتها على العالم وقرر التغضب كما يحصل بأي بلد بالعالم بيصير فيه هك شيء لا يوجد حزب اسمه السورة فعلاً انه بلش مصار سياسي بقلب حالة الانتفاضة نشع عنه ظهور كينات سياسية مجموعات وبعض الأشخاص وبعض الوجوه وبعض الوجوه وأحزاب يلي هو شيء طبيعي أي حاية سياسية جديدة تغييرية أو تدعو إلى التغيير سينشع عنا الشيء بالسياسي طيب وبالتالي مجتمع اللبناني كله على كل الجغرافية اللبنانية عمل هذه الثورة الأشخاص الذين طلعوا بمنطق التغيير كان لديهم تباييونات بكم شغلة وهذا الموضوع ما المفروض يكون غريب على المجلس النيابي اعترف انه كان بيسوى إدارة التباييونات داخل كتلة التغييرين تكون أفضل يعني تنظيم الخلافات كان بيسوى تكون أفضل لكن للحقيقة اه يعني يعني هناك فرق أنا برأيي بين لما بتقرغ أن تتفوت على السلطة السياسية تأخذ قرار لو كان القرار لاتخذ من كل مجموعات وجوه الثورة بوقتها بمقاطعة الانتخابات النيابية ويمكن كان في مبارجات بالسياسي تستوجب اتخاذ هذه القرار بوقتها بمعنى أنه كيف نحن نعمل انتخابات ديمقراطية لازم تكون بظل وضع لا يسمح بإنجاز الانتخابات بشروط ديمقراطية الدنيا حظب الله واحد من الأسباب الجغرافية اللي موجود فيها حظب الله ومؤسر اللي بيقتوا فيها ما قادر تعمل انتخابات ونحن نعرف لأنه كانوا رفاءاتنا بخوضوا انتخابات بجنوب مثلا وشو اللي خليكم تتراجعون لأنه كان في وجهتان نظر بهذا الموضوع واتنيناتهم قائمين على أسباب موضوعية وموجبة وفي غلب غلب الرأي ياللي بيقول انه خلينا نخوض الانتخابات لأنه ما شعورنا الناس ببدا الناس عندما نصت على الطريق يقول يجب أن يكون فيها دينامية التغيير وهذه لا تترجم إلا أن بالانتخابات النيبية تحديدا هذا الصوت ينحمل على مجلس النواب حسنا هناك عدة أشياء واحد مننا مثلا إدارة الانتخابات تشكيل اللوايح الأشخاص الذين كانوا على اللوايح أيضا بهذا المعنى يجب أن يعترف بأنه كان ممكن أحسن من ذلك وتباعا بكل هذا المصاد كان دائما يكون هناك نقاش والنقاش لم يكن نقاش يعني إذا بدك فيه وضوح بالرؤية ونحنا مغيبين حالنا عنه كان نقاش فيه صعوبة بإنتخاذ القرارات واحد منهم مثلا التحالفات الانتخابية هل جماعة التغيير كان لازم يعملوا انتخاباتهم لحالهم بلوايح لحالهم أو كان لازم يعملوا تحالفات مع قوى معارضة حتى لو كان عنده دور بالمسار السياسي تبع البلد منذ الطائف حتى الأمس القريب ولا لا وإذا مع هودة مين منهم ومين منهم لا وكل هذا يجب أن يفهم أنه نقاش بمحله بمعنى كان الوقت أصير لم يكن هناك وقت كان هناك عدة أسباب بالآخر خيضت الانتخابات بالشكل الذي خيضت فيه بأحسن الممكن والنتيجة التي طلعت كان يجب أن تكون أحسن من هذا كان هناك أشخاص غيرين القوى الثورية يعني حزب الله المخابرات قدروا هذه القوى قصمت اللويح محاولات لا لا ليس داخل اللويح على مستوى الميدان والشارع وأحيانا بعض المشموعات وكان هذا الموضوع كلنا نعرف فيه كان ينشأ مجموعة جديدة اليوم برأيك تغيرت الأولويات عندي اللي خادوا الانتخابات بالمرحلة السابقة اللي كانوا معتبرين بس أن المشكلة هي اقتصادية وموضوع فساد وموضوع سرقة المصاري وسرقة الموضعين إلا ما هنالك تغيرت اليوم الأولوية الرأي الغالب حتى لو البعض بيختلف بالتراتوبيات الرأي الغالب عند نواب التغيير وقواعدهم والمجموعات اللي طلعوا منا ورأي العام التغييري بشكل عام بأنه لا من الخطأ فصل مسئولية حزب الله وباقي المنظومة كما من الخطأ فصل مسئولية السلطة السياسية عن إذا بدك شبكة المصاريف ومصرف لبنان والدورية اللي 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 اللعبوها هذا شيء متكامل جدا فيه يعني كلمة صارت مبتزلة اسمها المنظومة لكن في الحقيقة لا يوجد أداء منه لأنه أنت تتحدث عن أخطبوط يعني دور متكامل وبيتحصص وبيستفيد نيح على هذا البناء المجسم الذي تم بنائه المصارف والخيارات التي أخذتها والمغامرات التي عملتها جزء من هذه الخبرية أساسا تدخل بين سياسيين بالسلطة ونافذين وبين المنظومة المصرفية معروفة دور مصرف البنان وحاكم مصرف البنان وقراراته وكذا حزب الله ودوره بهذا الموضوع بالإضافة لكل مكونات هذه السلطة السياسية ولكن أستاذ فراس هناك ناس في الثورة التي تقولون لا بدنا نستهدف حزب الله وحركة أمل لأنه استهدافهم هو استهداف للطائف الشعية تغيرت؟ مين كان يقول هذا؟ هناك ناس في المجموعات نخي وقت لا أنا أريد أن أقوص على حزب الله أنا أقوص على طائفة الموضية بيشوت بعض الناس قالوا هاي الأغلبية ما كانوا بيقولوا هاي مش مزبوط أنا موجود بقلب هذا الموضوع وبكل التجارب يلي صارت مش مزبوط شوف تقسيم اللواهي اللي كانت منصومية خلينا لك ردة الفعل بعدين لما تصير يعني لأي حالي ما تعتور اليوم تعخذ مننا موقف عن حزب الله بتحسة تتلبك أربع خمزايا قبل ما تجيوبك وتجيوبك وعلى مضد ما أنا قلت لك فيه تباينات حول موضوع الأولويات بمعنى أنه البعض منهم بيعتبر أنه خي فيه نظام سياسي متكامل عمره حتى من مقبل الطائف طائم على اتفاق الزعامات الطائفية يقطع وقات فترات يكون يمكن ظروف البلد والعلاقات بين بره وجوه منيحة يحيى ومنه يكون في حالة استقرار البلد إلى آخره لكن هذا ليس دولي وهذا ليس دولي بالمعنى المتعارف عليه وهذا ليس عصابي والمشكلة ليس حزب الله لأن حزب الله لم يكن موجود قبل وكان موجود هذا النظام مع كل ما أساوه إلى آخره نعرف هاشة النظر وقد تكون مصبوطة بميلة من الميلات وفيه اتجاه آخر يعتبر دور الحزب دور كان هدام بالبلد لدرجة كبيرة الخيارات التي أخذها والسلوك التي أخذها هل أدى معادة لفكرة الدولي وفكرة القانون والمؤسسات وهو نموذج مشروعه قائم على عدم الاعتراف بالدولي وعلى أنه لا تكون بوشه دولي قوية حقيقية يعني بتضعفه دوره لكن الاثنين بالرغم من الاختلاف الأولويات أو المسؤوليات بتحط أه بيئة أو بيئة اثنينتهم وعيين لفكرة أنه نحن نحكي عن حالة واحدة وعن كائنة وآخر طيب بدأ سألك عن أداء النواب التغييريين 13 اليوم هيدا الأداء مفترض كان يكون من سجم أكتر مع مواقف المعارضة أو التكتلات المعارضة ولا هو بيمطرحه أفضل أفضل يكون عم بيكون مثل بايضة قبان عم بيصوب الأمور أكتر وقال لي بالآخر إنه فاتوا عساس بدي عملوا صورة وعساس بدي عملوا نعم مش مطلوب منهم يعملوا صورة اليوم شو عم يعملوا؟ شو عم يعملوا لليبنانيين؟ اليوم شو اللي بيميزها 13 عن بقية النواب يلي قاعدين ساكتين لا أحد يعملوا شيء يعني ما أحترامي لقيلهم وتحية لقيلهم أكيد ملحم خلف ونجاة عون بس أنه أنا شو إيجاني من الاعتصام في مجلس النواب؟ حق لك الواحد يقاربه هيك فيها شوية ظلم ظلم كيف يعني؟ حق لك ظلم بتقييم دورهم أنا قلت لك أنه كان يسوى عملية إدارة دور التكتل حتى لو هناك تبيونات تكون بطريقة أفضل يتم تنظيم الاختلاف لا قلت لك هناك شغلة أساسية عندما أخذنا أو اتخذ قرار استراتيجي بخوض الانتخابات ما تأخذ الانتخابات؟ تأخذ دخول إلى مجلس النيابي المجلس النيابي تصير أنت جوا تتغير لعبك أنت بدك تكون فعال مجلس النواب أما إذا أنت بدك تستعمل مجلس النواب بس تتحكي سياسي وتطلق إشاعرات ثورية خليك برات مجلس النواب بيظل هذا الوضع السياسي السيء بالعكس تريح حالك أكتر ومن التزامات أكتر أما وقت دخلت إلى مجلس النواب فهي شي لازم تعمله مشكل شي مسموح طبعا أنا رأيي أن يجعلنا من هذا العتبة وبالرايح نحكم عليهم بمعنى أن من عتبة مجلس النواب إلى الشغل داخل الليجان والدور اللي يلعبوه إلى آخره يخبروني لنواب أصدقاء أن خارج تركتهم و أعرفهم صدقات أنا دائما أسأل هذا السؤال هناك اعتراف عند الكل أن نوعية النقاشات بالليجان اختلفت وأن كلهم يأتي بمحاضرين ملفاتهم بطريقة ويعملوا إحراج الآخرين الذين كانوا عارة يأتيوا على الليجان ويشربوا قهوة ويأنجلوا سبب سوا من مختلف مشاربهم وبالآخر تنتهي ويأتي ملك الإعلام مركزاً لأن هناك جلسة اليوم ومشروع عنه ينقصوا أو لا أو لا يعملوا شيء والآن من مجلس النواب ورسلنا كذا بعد ثلاث ساعات لا يوجد شيء الشباب والستات بالتكتل فارضون نمط جداً بالعمل البرلماني موضوع موضوع ترجمة القرارات هذه القصة شئنا أم أبينا هذه مسألة العلاقة بالعددية داخل مجلس النواب هذه كانوا 13 صاروا 12 مظبوط ويجنوا فيه 115 ومعود مرشح المواجهة التي تتحدث عنه لم يكن انتخبوه قلّلوا له من أصواته ويجنوا أنه ليس ضعيف ولكن لا يستطيع أن نأخذ رقم كبير ويجب أن يستهتر فيه باقي النواب لا يريد أن يكملوا معه على رأسي لأنهم عملوا شيء طبعاً رأيوا العواقق كثيراً طبعاً هناك جزء يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكملوا فيها للآخر ولكن هناك ظروف آخر أيضاً مساعدة لأنها مبادرة الرئاسية وهي مبادرة فيها مجموعة مبادئ ومنصاغة بشكل تفصيلي وبنتيجتها في المرحلة الثانية أصبح هناك تداولات داخل التكتر وتم عرض أسامي وهنا للحقيقة اختاروا ثلاث أسامي اعتبروا أنه هذه أسامي ممكن تكون مطروحة لرئاسة الجمهورية وفيها مواصفات مطلوبة إجا موضوع ميشيل ومعوض كان في اختلاف داخل التكتل على التعاطم على هذا الموضوع بالمرحلة الأولى توافق أنه لا يعطوا ميشيل ومعوض وبعدنا بالحقيقة ما بدي أقول باجت بعدنا أعتبر أنه خي بالسياسي أنت تطرح اليوم رشح بوجه الفريق الآخر القصة ليست قصة فقط الاسم والبوينتاج الذي يأخذوه ولو أنه ميشيل لديه غير رأي لكن أنت تعمل مواجهة بالسياسي وبوقتها كان أنت تترجم بالنهاية دورك كنية بشكل فعلي يعني هناك اسم يجب أن تنزل الاسم بقى بعض من رفقاتنا بالتكاتلول أعتبروا أنه في هذه المرحلة يسوى من الأفضل أنه تصوت لم يشيل ومعوض لأنه لا يوجد أسامة تانية مطروحة أنا رح أسألك عن شكل المواجهة شكل المواجهة أنه مفترض يتواجه المشروع الكبير الذي يقوده حزب الله في المنطقة ولكن هناك موضوع الاقتصادي والاجتماع والمعيشة 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 أيضا هناك مواجهة بظل الحكومة لا أعرف إذا كان هناك حكومة يعني لا أعرف رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة لا أعرف ما يعمل لا أعرف دولة الرئيس ما يعمل لكن اليوم هؤلاء النواب 13 لا أحد منهم يريد أن يعمل ليس النواب 13 يتحدث عن القوى الموجودة اليوم في السلطة لا أحد منهم يريد أن يعمل وهذا الموضوع مقصود أنا شخصيا مطلوب الانهيار الذي نحن فيه مطلوب ليس الانهيار بمعنى الانهيار المقصود الشيء التالي عملية سياسات المالية التي تبعت بدون أن نفوت بتفاصيلها كثيرا والخسائر التي حدثت نتيجة ذلك نتيجة فساد نتيجة مخصصات نتيجة تهندسات مالية فاشلة نتيجة حاكم مصر في لبنان لذلك لم يكن يلتزم بأي قانون عنون نقد وتسليف وجر إلى آخره بالآخر نهبت أموال اللبنانيين عظيم والأرقام كبيرة كثيرا والعجز هائل والفجم كبيرة عظيم ما الذي يعملون الشباب من الوقت إلى الآن؟ هو التالي هو عمليا تدمير وداع اللبنانيين وأنا أرى أن هذا المصار يمكن أن يصل إلى الوقت عندما يصبح الناس مستويين أكثر ويقبلوا بأي شيء أنه يلولوا يعني يحولوا إلى الليرة الودائع بالدولار نتيجة كل هذا الموضوع ونتيجة زوابان قيمة وداع اللبنانيين الذي يصل على الهيركات عمليا إلى حوالي 85% وقيمة العمل اليوم تدنت لحوالي 98.5.6% ما الذي يفعله؟ هذا يعني أن الودائع تم إزبتها وإذا تحولت إلى الليرة الودائع بالدولار يعني أن قروض المصارف يعني اللبنانيين والإدعاءات بالمصرف المركزي لا تصوى شيء ورياض سلامي كمان عمل شغلي هلأ بالفترة الأخيرة بآخر موازنة أن القروض المعطاة من مصرف المركزي للدولي السنوات كلها إلى آخره يعني نعطق بالليرة اللبنانية مع فكرة خلافا يعني كل سياسات الاختراض طبعا مخالفة العنون نقدم تسليف في شكل واضح حسبها على الدولار رغم أنه هي بالليرة اللبنانية على الـ 1500 يعني حق على عاطق الدولي اللبناني كمع أنت يزيد الفجوة مبلغ هائل حوالي 40 مليار لا لحتى يقول أولا وداع المصرف المركزي صمت سوشي يعني وبالتالي صار متوجب صار متوجب زهيد أما الدولي حوالي دولار فصار مني كلها تقول أنا بدي من الدولي هلقاد إذن ما فيها عاجز بمصرف لبنان وميزانية مصرف لبنان صارت منيحة يعني فيه شغلات عم بتزير بالولاد مرعبة سوري بس أكمل لك أي خطة نهوض اقتصادي ومالي لو حصلت قبل أن تحصل بأي دولة بالعالم كان شو عملت؟ كان وقفت المسار الحداري وكان فيه إمكانيات والوضع كان يسمح لجدولة لجدولة بسيطة لما لما خطة الخطة اللي نوضعت عيام حساني دياب كان بعده دولار بخمس تلاف كان فيه مئة طريقة لحتى تجدول انت على القليل بجدولة معينة تعيد وداقة من ناس وكانوا من ناس قبله بظل هيك شو اسمه اليوم كل ما يجي الوافد والآخر بجوا حكيوهم للنواب لما راحوا على واشنطن بهذا الواقع كله للمواطنة المماطلة لانه المطلوب انه العجز اللي حاصل يخلص ويدوب على الحساب المودعين بس كل هيدا مطلوبة بالمقابل ما في محاسب بالمقابل انت قلت اعظم كلمة موجودة بالعالم ليك كل هيدا الحكي او الاوهام انه اي بكرة يتحسن الوضع يعني يجيب رئيس الجمهورية يبدأ يفوت من الخليج او مال سوالي خاصة اذا السعودي مثل اغلبية الافريقاء بلبنان وعلى رأس حزب الله يحب ان يكونوا جزء من التسوي اوهام ثانية انه واحد نعمل خطة وريدنا نرجع تتعرف هالا في مجلس النواب في مشروعين قانونين امام الليجان واحد يقومون بانتظام الوضع المالي واحد تانية بهايكرة المصارف مع انه كمان هذا جزء من التزاكي الفضيع هولي يجب ان يكونوا اوهام واحد انه مجزئين انه مجزئين انه مجزئين انه ساعة بشدة هون وانه ساعة بشدة هون عظيم مشروع الانون حول الانتظام المالي لاحظ صندوق لعارة الوضع تكوين صندوق لعارة الوضع ما في اشطر منهم بعناوين كبرى ووعود وشعارات من وين تجيب انت ما في مصاري بالبلد كيف تعبي في مشروع الاختراحات لتعبئة هذا الصندوق فضيعة واحدة منهم مثلا من ابرزهم هي انه جزء من عائدات الدولي يندفع على الصندوق حبيبي الدولي خلسي العائدات لما يكون في فائد حياته رغم انه شفت هذا مش موافع صندوق النقد الدولي يعني الاتفاق الموظفين صندوق النقد الدولي لا يريدون صندوق النقد لا يريدون يعني بجوز يوقعوا مع صندوق النقد من بعد هذا المسار حول اطفاء طيون الناس تماما ساعته ممكن تصير هذا القصة كل شيء يعملوه يصلوا لهذه النتيجة الآن نحكي كلام إذا نأخذ الموضوع لمحال انه ماذا يجب ان يعمل حتى لو الواقع السياسي او طغيان هذه السلطة على القرارات السياسية وعلى الامساك بقرار البلد استراتيجي لا تسمح يمكن حتى نصل هنا ما يحدث يحدث ما يحدث ممكن يحدث مصريات الناس وينتعش الاقتصاد ويرجع البلد على سكة تعافي إلا إذا انطلقت من كلمة ليس كلمتين اسمها المحاسبة كل شيء يجربوا هذا كان لدينا فرصة قبل كل شيء يجربوا حتى يوصلوا موضوع العاجز والديون لمحل معين ويقولوا عفو الله عن ما مضى ميح حتى نجرب حتى لو شوية عمليا هذا المصار سيضع البلد بحالة أسوأ من أسوأ دولة في العالم في حالة انهيار مالي يعني سندخل في مرحلة طويلة حتى يكون الواقع السائد في البلد هو الواقع بؤس على الناس ستقعد في حالة على حطة إيدها مثل اليوم على أسوأ بينما الذي يرد هذا الواقع هو محاسبة محلا فرضا لا تتطبق أو لا هذا موضوع نحن من 8-9 شهر كيف يوجد انتخابات نعم ليس مختلفة لا يوجد أن ترجع على هذه الانتخابات وكيف صارت ونتيجتها موضوع تاني نعم لكن لا يوجد خيار ثاني ولا البلد رايح على شيء مزري اليوم رئيط جمهورية ومتسمى حكومة على فرض إجاء رئيط جمهورية في الحد الأدنى من المواصفات التي تسمح يتعاطي مع هذه الأزمة أولا بشجاعة وإقدام ونظافة وكفاءة وموضوعية ويأتي حكومة على هذه الشكلة مع مكوناتها كلها سواء أنا برأيي أن هناك أنونين يجب انبعثوا على مجلس النواب أول أنون هو أنون تشكيل لجنة الطوارئ للتعاطي مع الانهيار المالي ويكون عندها كل الصلاحيات صلاحيات هيئة تحقيق الخاصة وصلاحيات هيئة الإشراف على المصارف كل الصلاحيات المطلوبة خلافا لأي نص موجود وتعتبر لجنة مهمة لجنة طوارئ ما بدأت تعمل؟ أول شيء بدأت تبدأ بموضوع المصارف والحسابات داخل المصارف شئنا ما أبينا توصل لكل شيء بالبلد إذا بدأت من هذه النقطة بمعنى بدأت تدقيق بكل ميزانيات المصارف وأصولها هل تعرف أحد من اللبنانيين يعرف بعد كل هذه الفترة ما هي أصول المصارف وهذا عامل تقيم لموضوع المصارف اليوم هناك مصار تدقيق بمصر لبنان رأيتنا ما حدث بسيليكون فالي بانك في أمريكا وما هي الإجراءات التي اتخذ الدغري خلال ساعات لا نعرف المصارف اليوم أي مصارف قادرة أو عندها إمكانية أو أصولها وميزانية هذه الأصول إذا استعملت ضمن عملية هيكلة مصارف قادرين من خلالها يتم رد الودائع أو رجزق منها أولا يجب هذه اللجنة تحل كل مجالس الإدارة ومدريق لا 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 بصلاحيات خاصة لا يمكن أن يمشي الحال إلا هيك هذه اللجنة من أدوة تسليف لا يوجد منشأة بقانون ومدريق ومدريق نحن نقول بعيد عن الواقع اليوم هذه السلطة السياسية اللي موجودة اليوم لتعملك هذه اللجنة إذا لم أعملت ما في خيار تاني هني مش رحي أعمل لك على رأسي لكن ما في خيار تاني بدك أول شيء لماذا لا تذهب على انتخابات نيابية مبكرة جديدة يستقيلوا أكترية النواب لماذا لا يتم عرض هذا الموضوع يتم استقالة أغلبية المجلس النيابي يتعذر اجتماعه ويقوموا للعائد ويذهب حقلك انتخابات نيابية السابقة كل الإصلاحات المطلوبة الموجودة بقانون انتخاب والتي تم تجميدها صار الدورة التانية منها مثلا ميجا سنتر ممكنية انه اللبناني يصوت كل ساوة تجمد وعن أصل طبعا اذا بدنا نعيد موضوع الانتخابات بزر الامر الواقع الموجود بالبلد وبزر تجميد الإصلاحات التي تسمح للعملية الانتخابية تكون أفضل وشفافة أكثر هذا سيكون صعب نتيجة لا تكون فرقة كم نائب بالطلع كم نائب أنا معك عارتا بأقل من هكك لما يكون هناك أزن بأي بلد نيح يكون هناك حل مجلس النووي يكون هناك انتخابات بإسرائيل لا تتشكل حكومي بيصير في انتخابات أوكي أنا ما بق معي كتير وقت ولكن بدي أسألك اليوم المسار الإصلاحي إذا تم انتخاب رئيس جمهورية مقبول خاصة وعنده علاقات مع كل الدول العالم ومنهم على رأسنا السعودية مع رئيس حكومي كمان باكج يعني نحكى اليوم نكون في باكج وبدأ بالإصلاحات هيدا منه حال؟ يا بس أيها إصلاحات مش كل إصلاحات اسمها إصلاحات طيب بس أنه اليوم منه باب هيدا اليوم اللبنانيين روحوا على حال وفرصيت المحيسبة هن طيروها من إيه عزيزي لا يمكن لا يمكن يكون فيه إصلاحات بدون ما تفتح باب المحيسبة مستحيل بمعنى بدك تمشي بسرعة بشكل طارق وسريع قانون استخلالية القضاء تعمل على كعبة تشكيلات قضائية واسعة منا موهمين هيدا أول قبل منا موهمين معروفين القضاء يلي خارجي نحطه بالمواقع الأساسية تحديدا بسلطة الإدعاء يلي هي معطلة واللي هي محاصصة بيناتهم يعني سلطة اللي بتدافع عن الحق العام طيب من بعدها بدك تعمل شيء إلو علاقة بالخسائر بالمصارف طيب وتحدد المسؤوليات هني حددوها بالأولية ما تحدد شيء وتحدد المسؤوليات والأموالي اللي طلعت لبرة خلافا للأنون وقعد فكر أنه إذا ما فيه قانون ما نحط قانون كابتل كنترول معناتها بعد 17-20-2019 ما فيك تلاح أموالي طلعت لبرة هي مسموح فيها هناك لأنه فيه شيء بالأنون بيقلك أنه أنت ما فيك تستعمل تستفيد من معلومات خاصة لحتى يكون عندك امتياز بأنه تحرك أموالك هاي موجودة بالأنون اسمها وبالتالي بدك تعمل كل هول من بعد ما تخلص من العملية التدقيق أي حساب مخالف للأنون أو فيه ارتياب أو كذا بدك تحول على القضاء بعض تشكيلات جديدة وبدو يصير فيه محاسبة والشغل الثاني بالمقابل يا أما فيه شيء بها البلد اسمه أنون الإصراء غير مشروع يلي هم مجمد ومبكلين عليه بالآخر يا أما لا هذا الأنون إذا بتحرره وبتطلق أحكامه كل الناس يلي مذكورين بهذا الأنون واللي لازم يقدموا حسب الأنون كشفات عن زمتهم المالية لازم هالكشفات تصير معلنة لأنه هي سرية لحتى يدقق فيها وبالتالي أي أي مال ار أو مال أو أي شيء أو شيء نيح أو شيء بالأصول مهما كان نوعه عند هاي الفئة الواسعة من اللي يسمونه بابس أو شغلية الشأن العام إذا كان مخالف أو تمتحيه ومخالف الأنون هيدا بتم حجزه وبسمى أنت عم تحكي عن عملية هائلة ما ممكن ترجع تستعيد عافية البلد وترجع ناس مصرياتها بدون ما تعمل هذا المشروع المحامة والناشط السياسي الأستاذ فراس أبي يونس أهلا وسهلا بك ببرنامج الحكيم السياسي شكرا لك مرسي كتير مشاهدينا ومستمعين لهم وصلنا لختم حلقتنا شكرا على حسن المتابعة ونلتقى نحن بك بكرا أصلا اشتركوا في القناة